موسيقى غادرت عشرات العوائل السورية الأحد مخيم الهول في جنوب شرق مدينة الحسك إلى مناطق سقناهم الأصلية في دير الزور شرقي البلاد في دفعة هي الثانية من نوعها منذ بداية العام الجاري حيث غادرت 158 عائلة في شهر مايو الماضي على مرحلة في إطار المساعي التي تقودها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة غادرت عشرات العوائل السورية الأحد مخيم الهول في جنوب شرق مدينة الحسك إلى مناطق سقناهم الأصلية في دير الزور شرقي البلاد في دفعة جديدة تضاف إلى دفعة سبقتها في شهر أيار مايو الماضي حيث غادرت 158 عائلة وبحسب مصادر المطلعات فقد باشر المغادرون والبالغ عددهم 346 شخصا ضمن 82 عائلة بنقل أمتعتهم إلى الشاحنات منذ ساعات صباح الأحد وجاءت عملية خروج هذه الدفعة من العوائل تنفيذا لمخرجات اجتماع الوحدة الوطنية للمكونات والعشائر السورية وبعد اجتماع وجهاء وعشائر دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية حيث تضمنت النقاشات ملف العوائل في مخيم الهول وذلك تحت إشراف المركز السوري للدراسات والحوار بالتنسيق مع إدارة مخيم الهول وشؤون المنظمات ومجلس دير الزور المدني ووجهاء العشائر وأكدت إدارة مقاطعة دير الزور أن جميع مراحل العودة تتماشى مع المعايير الإنسانية أثناء عودة العوائل وذلك تماشياً مع مخرجات مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار وتسعى الإدارة الذاتية لإعادة دمج العوائل في المجتمع وتقديم الدعم اللازم لضمان حياة كريمة وطبيعية ينضم إلينا من شمال شرق سوريا شيخ موس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجين في الإدارة الذاتية أهلا بك وساد الشيخ موس نتحدث عن مغادرة مئات العائلات أو عشرات العائلات من مخيم الهول في أي إطار يمكن وضع هذه الخطوة ومدن عكاسي على واقع المخيم نعم مرحبا بكم وسادة المشاهدين الكرام أبدا استمراراً لعمليات الترحيل السابقة وأيضاً كما تفضلتم بناء على مخرجات الملتقة وحدة وطنية التي عقدها قبل أيام في مدينة الحسكة حيث طالب الشوخ وجهاء وشخصيات وطنية بتفعيل رحلات العودة من مخيم الهول إلى جانب طبعاً العفو العام الصادر من قبل قوات سوريا الديمقاطية ونتيجة اللقاء الثلاثي ما بين قيادة قوات سوريا الديمقاطية ومجلس سوريا الديمقاطية وأيضاً إدارة ذاتية اليوم خرجت رحلة أول رحلة طبعاً بعد المخرجات الملتقة وهي رحلة الثانية خلال سنة 2024 من مخيم الهول إلى منطقة رزور طبعاً هذه الرحلة هي رحلة الخمسة وخمسون التي خرجتها الإدارة الذاتية من مخيم الهول مناطق إقليم الشمال وشرق سوريا وفق معايير الإنسانية وحيث تقوم رحلة بمرافقة قوى الأمن الداخلي أيضاً كما تفضلتم باستقبال بجسد رزور المدني طبعاً نحن في هيئة شؤون السماعية والكاذحين والمكتب شؤون النازحين كنا أيضاً موجودين والإشراف على سير الرحلة وبالفعل تمت إخراج الرحلة وستكون خلال الساعات القادمة في مدينة منطقة دير رزور ويتم الشراف على توجعهم إلى منطقهم هل نتحدث عن هؤلاء هم من ضمن عائلات تنظيم داعش سيد شيخ موس؟ نعم قسم منهم هم من عوالي تنظيم داعش والقسم الآخر أيضاً كانوا التجوا إلى مخيم الهول نتيجة يعني هرباً من المعارك الضالبة في نتيجة هجمات مفزقة تنظيم داعش على المدنيين طبعاً غالبية الخارجين هم النساء والأطفال حيث غرر بهم وطبعاً خلال فترة إقامتهم داخل مخيم الهول بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية يعني تلك العوائل استفادت من تجاربها وبأنها مستعدة يعني التخلي عن ذلك الفكر المتطرف بأن هذا الفكر هو لن يخدم المجتمع بل بالعكس العودة إلى المجتمع المطبيعي والعيش ضمن مجتمعهم هو السبيل الوحيل للخروج من تلك الأفكار وأيضاً الأزمات التي مرت على حياتهم خلال فترة تنظيم داعش نعم طيب أستاذ أحمد بالنسبة للعائلات السورية المتواجدة في مخيم الهول هل هناك رقم محدد يعني كم باقية من السوريين في مخيم الهول لأن هناك خطة كان من الإدارة الذاتية طرحتها بإفراغ المخيم من قاتلي نعم يعني العائلات الموجودة أو الأشخاص الموجودين هم الغالبية الباقيين هم من المناطق الداخل السوري يعني مناطق حكومة دمشق طبعاً خلال سنوات السابقة نحن في الإدارة الذاتية أصدرنا قرار يعني هو تتماشى وفق آليتين آلية الأولى هي ضمن مناطق قيم شمال وشرق سوريا طبعاً نحن مستمرين واليوم كانت الرحلة ضمن هذه الآلية لكن الآلية الثانية هي مناطق الداخل السوري يعني الغالبية الموجودين بما يقارب أكثر من خمسة عشر ألف شخص هم من الداخل السوري نحن ناشدنا المنظمات الدولية وبالأخص التابعة للأمم المتحدة والصريب الأحمر الدولي لتكون ضامنة لإصال تلك العوائل إلى ماطقة دون أن يتعرض لأدنى ابتزاز أو ضغوطات من قبل الجهات الأمنية لكن مع الأسف لا استجابة من تلك المنظمات ولا أيضاً من حكومة دمشق لتكون استقبالهم حتى تم يعادتهم إلى المنطقة طبعاً الإدارة ذاتية ستعمل من أجل إخراج تلك العوائل طبعاً بالتنسيق مع المنظمات التي تم ذكرها ولكن حتى الآن لا توجد أي استجابة بالنسبة لموضوع الاستجابة أستاذ الشيخ موسى هناك نلاحظ أن الدول خاصة الآسيوية تقوم بزيادة في تحركها حول موضوع استعادة رعاياها من موخيم الهول كذلك لا ننسى العراق كيف أيضاً يستعيد عوائل عراقية وعوائل تنظيم داعش من موخيم الهول نسأل عن دول التي ما زالت تتردد في استعادة عوائلها أو رعاياها من موخيم الهول لماذا كل هذا التوجس وهذا البطء؟ نعم هناك استجابة ضعيفة جداً قبل الدول الآسيوية وحتى الدول الأوروبية وحتى العراق أيضاً أبدا تسعادها بأن تقوم بإجزاء كافة رعاياها من داخل موخيم الهول وإنها ستعمل لكن أيضاً آلية عودتهم بطيئة مقارنة مع العدد الكبير الموجود بالنسبة لمخيم الهول حيث الغالبية الموجودين هم من الجائلة العراقية وأيضاً كما تفضلت من دول الأسيوية وحتى أوروبية وأيضاً من الدول العربية تقريباً ما قرابت قد تصل بين 8 ألاف إلى 10 ألاف من الدول الأجنبية بما فيها القصد هو الدول العربية ودول الأجنبية عدى العراق تخاذل تلك الدول مع الإدارة الزاتية ومع قواسولة ديمقراطية شكل عبق كبير على كهل الإدارة الزاتية خاصاً في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجيش الاحتلال التركي قصف المنطقة من البنية التحتية معبرية عربية من قبل مجلس الأمن يعني شكل هذا التحدي بالنسبة لإدارة الزاتية وأيضاً تخاذ المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليتي تجاه سواء كانوا رغايا داخل مخيم أو حتى أيضاً السجناء الموجودين في سجون قوى سوريا الديمقراطية يعني هذا يشكل عبع الإدارة الزاتية وتخاذ المجتمع الدولي أيضاً سبب أساسي في ذلك أشكرك جزيلاً شكر من شمال الشرق سوريا شيخ موس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الزاتية ترجمة نانسي قنقر